تنفيذا لاتفاقية سايت اس والتي تجرم الاتجارة الدولية بالحيوانات والنباتات الفطرية المهددة بالانقراض قامت الهيئة العامة للبيئة بارجاع 23 سقرا تم ضبطها في وقت سابق عندما حاول مسافر ادخالها الى الكويت بطريقة غير مشروعة عبر منفذ العبد للحدودي مع العراق عن طريق تخديرها حيث تمت مصادرتها من قبل الادارة العامة للجمارك وتسلمها الى لجنة المختصة من وزارة البيئة العراقية ممثلة بمدرية بيئة البصرة وبحضور ممثلين من الهيئة العامة للبيئة والجمارك ووزارة داخلية خلال هذه الفترة تم التواصل مع الجهة التي تم خروجها منه وهي الجمهورية العراقية حيث تواصلنا مع وزارة البيئة هناك ولكويت مثل ما انتم عارفين موقع على اتفاقية سايتس التي تمنع للتجار بالكائنات الفطرية فبدأ من انها ادخلت البلاد بطريقة غير مشروعة فلابد من تسليمها الى الجهة المختصة والوزارة المختصة وهي وزارة البيئة بالعراق صراحة نفرحانين صراحة انه اتفاقية سايتس اخذت مجراها ما شاء الله وخاصة عندنا في الدول الشرق الاوسط واصبحنا انه نهتم بالطيور المهادة بالانقراض واللي هي جزء من مسؤوليتنا كان مختصين وفنيين